إذن متابعين كرام قبل اللحظات قليلة فقط انتهت المباراة ما بين المنتخب ديال حضارة الجزائر ومنتخب غينيا الشقيقة ضمن تصفيات كأس العالم لسنة 2026 بانتصار منتخب غينيا الشقيقة بهدفين مقابل هدف واحد في عقر ديار حضارة الجزائر طبعا الحال ننتظر أن يخرج لنا العبقري المحلل العبقري الصحفي العبقري المديع العبقري الذي لا نضير له من ناحية التحليل خصوصا في المجال الرياضي لهو الطعراجي اللي تكلمنا عليه في الصباح بشي قل لك بأن ما حدث اليوم هو مؤامرة وأيدي خارجية وتدخلت فيها جهات أجنبية وهذه أشر على أن القجع والدى اليومانشي والقجع واليخسرهم في عقر ديارهم والقجع يتآمر على حضارات الجزائر من أجل إقصائها من كأس العالم 2026 مع العلم أن المباريات مازال مازال مسلينة مازال كي المباريات أخرى لكن سوف تسمعوا هذا التحليل مجددا لأنه بدك يأشر عليه في الفيديو اللي قلناه اليوم اللي ذكرنا فيه بعض التصريحات اللي قال هذلك المجنون اللي قال لك بأن الأحداث اللي وقعت في المباراة الاتحاد العاصمة وشباب قصنطينة سببه أيادي خارجية ومؤامرة رطة الرجالي كتكلمة شي أنا ولقالات شي وقال بأن اليوم هذه الليلة في هذه المباراة المنتخب الجزائري ومنتخب غينيا تقدر توقع شي حاجة ولقال أراقلت لكم المقال اللي نشره يعني البارح ذكرت لكم في فيديو سابق صباح اليوم ولقالات شي مؤامرة وأيادي خارجية والقجع وما إلى ذلك من هذه الأمور يوم ساخت الوائدين لماذا لا تريدون أن يعطون تساعة للرياضة؟ لماذا لا تريدون أن الرياضة تبعدوها من هذه المناكفات ومن هذه الصدار الرأس ومن هذه المؤامرة والقجع والأيادي الخارجية والتأمور والكولسة والجوسة لماذا لا تلعبون كرة القدم في حل الناس؟ لماذا لا تلعبون الرياضة في حل الناس؟ لماذا لا تلعبون السياسة ومنها المسألة الخريطة والعقدة من المغرب وما إلى ذلك من هذه الأمور؟ لماذا لا تريد أن تلعبوا؟ يعني عادي جدا بروح رياضية ثم كل شخصكم يدخلوا فيها مؤامرة كل شخصكم يدخلوا فيها أيادي خارجية كل شخصكم يدخلوا فيها معرفة ماذا أو لدر الخاوية في هذه المنطقة لا تريدون أن تلاحظوا في كل المجالات بما في ذلك كرة القدم والرياضة في كل المجالات الرياضية بهذه الغباء ديلكم نبرك لمنتخب غينية الشقيقة أنها غينية وطبيعة الحالة عندها قنصلية في الأقلمة الجنوبية المغنبية لن يبارك exactement لنا الأكثر من ذلك علم ذلكped لمت proudly تشطر في المنطقة لكن أظن أن المباراة جويلة الم能力ة لا تكون في المنطقة التضادية حتى لا بدأ censura تستضيف herman21 ماي ي gerçekل؟ أن يجب أن ت確ده مجرورات جزائرة المباراة realizuluчесческая لا تخدم الصحة عش المؤامرة والأيات الخارجية سنطلبون العش دياله لقجعة سنطلب يتأمر عليكم في مركز العمليات في حضارات الجزائر كما يقول الدراجي سنطلبون المباراة الأخرى هنا في المغرب لكي نتأمر عليكم هذه الساعة جيدة لكي نخسركم 3 أو 5 أو 5 أو 6 هذه هي العقلية لهم كيف يفكرون هذا هو التفكير لهم تفكير من حضرات الجزائر والصحفيين الرياضيين والبصبعيين والجزائريين المستحمرين كيف يفكرون إذا أعلم الله ما هو واقع إذا أردت أن تنسى هذا الفيديو ونأخذ كل براء غالباً سيكونوا نوضع فاوضاء أو شيء يقدروا بشيء في حال أن يدروا مؤخراً من الاتحاد العاصمة وشباق السنطينة وقالوا المسخط الوالدين دي الدراجي قالوا البارح قالوا لك وديك يخافوا أن المؤامرة والأياد الخارجية يد اليوم عودتني شيء أعمال شغب اليوم بعد انتهاء المباراة دي المنتخب الجزائري ومنتخب غينيو أنا ما زال ندخل ونقلم ونشوف شنو كان العادية العقلية ديهم مع الأسف الشديدة هكذا كيف يفكرون لا تقدر على أن تتناقش معهم بالمنطق ولا بالعقلانية ولا تشوف عقلانية في الكلام ديهم كيفاش أن المغرب سالات المشاكل ديهم كاملة بما في ذلك المشاكل في المجال الرياضي لا نقول لك أننا بلد مثالي لدينا مشاكل نحن تفرغنا جميع المشاكل ونفرغوا لكم أنتم مسخط الوالدين لكي نوضعوا لكم أعمال شغب في الملاعب لكي نخسروا المنتخب الجزائري لا تحشموك وفي الواقع ما تجدون؟ تجدون مسخط الوالدين هم نظام حاضرات الجزائري والتي تأمر على المغرب تجدون مسخط الوالدين في الكواليس في الكاف في ما وراء الكاف وما غير الكاف لكي نظام السمعة المغرب ومنتخب المغربي وكذا 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 لا تجدون حملة على كأس إفريقيا لأنه لا تحددت التاريخ بالضبط وكذا يكون مدالين حملة إعلامية وخاصة عليها بلد الفلوس وملاعب مواجدين وملاعب مواجدين وملاعب مواجدين ومغربية يحرج الكاف ومعرفة ما وعناوين مقززة وعناوين مثيرة للسخرية قذرة وسب وشتم فإن بعض المظمين ومعرفة ما مطردت وكذا بدأت ماذا سأملك دعونهم صحيفة رسمية واحدة مغربية وكذا يمكنهم من التخبط أو من التعليف يمكنهم إعلام رسمي واحد في المغرب وكذا لقد كانت أخبار كذبة والمؤكس وكذا كانوا تسهلا ولا امان مغربية لا تراه لم تظاهر في الموقع كان نظر على الإعلام الرسمي المغربي و لا ستجد أعطيكم بالتساء على المستوى الرسمي لماذا لا تعطيكم بالتساء؟ لماذا أي موصبة توقع عندكم إلا والمغرب والأياد الخارجية و لا دار الخاوية و مخرجين هذا التعراج المجنون مجنون في حال و في حالكم لماذا تعجبني المصطلح للجون والجماعي و قلت تلقف المؤامرة والأياد الخارجية خسارة المنتخب الجزائري من قجع والسبب المخزن والسبب اهائي كان المخزن خساركم في عقري دياركم و ما ستقومون في المنطقة خلال الغنيات التي تلعبوها في المغرب ما ستقومون فيها؟ لا تسحبوا لا تأخذوا غنيات تأهل سوف تقدموا غنيات تأهل و سوف تساحق غنيات تأهل لا تأخذوا إلى المغرب فلا نعرف على شريك دون ونحن لا يشرب لديهم لضعوا المعارض مختلفين وحتى بعض التطبيق السيادة الجزائرية يجب أن تصبح الغالية من الآخرين يعطيها الآخرين المقابلة الأخرى لغادي لعبوها إن شاء الله هنا في المغرب لأن غينيا كتلعب المباراة ديما هنا في المغرب فهذا تلك المتابعين الكلام من المنتخب الجزائري خاصرة بإثنين لواحد مع المنتخب غينيا نبارك مجددا لمنتخب غينيا الشقيقة في إطار المؤامرة والأياد الخارجية والقجع دار اللعبة ديالو ودلهم الخطة باش أنهم يخسروا في عقل ديارهم في عقل ديار نظام حضرات الجزائر وفي امتدار على أن نشوف وباقي التفاصيل المتابعين الكرام غدي نخليكم هنا وغدي نمشي نشوف وش نوضو شي فوضى وليش يروينا باش بعد غدي خلشو غدي يقول لك أيدي خارجية ومؤامرة والقجع وما إلى ذلك فإلى ذلك اللحي منتابعين الكرام ألاكم في فيديو قادم مع المزيد من التفاصيل ولا تنسوا أن تتركوا التعليقات والأراضي لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته